تماماً ريكاردو السوارش لما ابتدى بدري ناس كتير جداً بتقول إنه ما كانتش خطو موفقة على الأقل النسبة ليه هو عشان فرصته تبقى كاملة بوس أنا الفترة بتاعت سوارش برضو مش عايزين لما هنيجي نقيمها مش هنقيم الراجل هنقيم الفترة إن الفترة كان فيها مشاكل كتيرة جداً ما توديش الراجل في الحتة اللي هو عايزة مظبوط اتفق معك في ده جداً بصراحة يعني فراجل شجاع على فكرة لو معلش لو موسيماني اتحط في الموقف ده كان هيرفو الدراوم بس هو اتحط في الموقف ده ونجح بس مش اللعيبة دي كلها يعني مش الكام بتاع اللعيبة دي الظروف مختلفة آه لكن هو دخل في نص المواجهة ودخل في توقيت أصعب يعني ريكاردو سوارش جاي وانت خلصت أفريقيا وانت دوري في أمطار الأخيرة لكن موسيماني جاي على قبل نهاية دوري أبطال بس نهاية دوري مريح من لعبة كبار لعبة كباركة موجودة هو دخل 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 زكيية ودخل ودخل أول يوم للغرف اللبس وقالنا هايل في الموضوع ده قرب بالنس بادري لكن فكرة برضو يعني مش عارف يعني مش عايزين برضو ننزل من الراجل سوارش هو حاول فكرة ان انت تلعب وبعد يومين تلعب ماتش تاني خلي بالك بحميد الشغلانة بتاعتنا دي أنا اللوقتي هشتغل ماتش يوم السابت وماتش يوم الثلاث فانا هرايح يوم خصوصا الولاد اللي لعبوا هيرياحوا تاني يوم او هيجوا عملوا ايه عملوا ريفرش فانا مش هشوفهم خالص هيجي على يوم الاتنين هعمل ايه عندي تاني يوم ماتش فانشاهد اطلع بالمخزون البدن فهي قصة كلها ايه قصة اخطاء بتحصل في الماتش فانا بعد الاخطاء دي لكن هل انا هوصل المعلومة بتاعتي مفيش وقت فالراجل بصراحة يشتغل في وقت المساحة اللي اشتغل فيها ريكاردو سوارش طبع لأي مدرب في الدنيا يعني ينجيل اسم ريكاردو سوارش سوارش من المعدل اي مدرب تولى المسؤولية في الظروف يقدر يطلع كم في المية او تستنى منه انت شخصين جان في المية كبسمة او كفكر في المعدل اقول لك الراجل فكرة برضو انه شغال في اندية صغيرة برضو فرقت معاه الراجل ده لو جاي من اندية كبيرة وبتنافس على البطولات الموضوع هيبقى مختلف معاه اظن كده الموضوع كان هيروف حتة احسن من كده شوية فكرة انه هو ما بيلعبش على البطولة والفكرة بتاعت التلاتة بونت كل ماتش مش هاجز بالنسباله زي عندنا والجمهور الموضوع ده برضو شوية حسيته كشخصية حتى جوزي جي كده يعني منوى الجوزي حد يختلف انه واحد من اهم المدربين اللي جون في الاهلي طب سمان يجي كده يعني حجم البطولات اللحقة المسلمانية في تاريخه كله مقارنة بالمسلمين اللي عادوا في النادي الاهلي مدرب كويس كل حاجة وجوزي طبعا مدرب كويس بس اصد اقول مع الاهلي المعادلة مختلفة صح ولا اي حد النادي هنا بيكبر ناس كتير جدا وكبر ناس كتير جدا ولما طلعوا برا فيلر مع كامل احتراموا التأدير الناس كلها النهاردة بتقول فيلر 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 لما جابه النادي الاهلي النادي الاهلي تهاجم عليه وتقال مين ده وعمل ايه وازاي تجيبه مدير فني وبعد ما راجل ماشي سألتلك فيلر من افضل مدير فني لا لا اخذ دوري في بلجيكا ازاي لا اصد اقول يعني يعني ما هواش السيفي بتاع مش كوي مش بالقوة وبلجيكا يعني بالنسبة لنا مش دولة في الكورة يعني دولة البلجيكي بس تعال بقى تعال بص على التفاصيل جوا المباريات مع فيلر لا 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 الموضوع مختلف الراجل كان مودي الفرقة في حتة تانية جماعية وفردية في ناس بص على ناس كتيرة جدا اتطورت معها ازاي وبص على الفرقة والتيم اتطور معها ازاي احنا لو تراجع على المرشات بتاعت فيلر شوف اول ما الكورة بنفقدها شوف احسب ثواني ثواني هتلاقي الكورة بعد خمس ست ثواني بترجع تاني ده احنا ما شوفناهوش بعد فيلر خالص يعني ولا مع المسلماني ولا مع اي حاجة فمش عايزين نظلم سواريش بصراحة الراجل عنده شجاعة ان هو وافق على فكرة ان ان كل اللعيبة الكبار 19 اللعيب بيعودوا في البيت كده مرة واحدة وانا اجي اشتغل مع ولاد صغيرين مرة واحدة الموضوع برضو مش انا كن كان وجهة نظري اه في ناس لازم تريح كان في ناس مستنزفة كان لازم يريحه بس مش الكم ده كله ليه عشان كمان لما يطلع لعيب صغير يلاقي جنبه سند يلاقي جنبه حد